مرحبا حبايبي فيكم برج الحوت. تشوف طاقتك اول شي هاي فترة في في عاملة. عم بيكون في حظ. عم بيكون في مال. يمكن كار ما عم تتحقق. كرت جدا رائع. يعني هاد اروع كرت ممكن يطلع لك. آآ خلينا نشوف على شو نختارت ورق. لانه كنتوا حابين انه او في حدا بعكلي انه غيري الورق او حاولي انه تستعملي الورق تاني ما بعرف ليش. آآ انا كنت استعمل هداك الورق عشان انتوا تكونوا معاي الصورة عشان يعني تفهموا معاي لانه خلاص تعودنا على هداك الورق. القراءات الخاصة بستعمل الورق تاني. اللي يعني بيكون صعب انكم تتواصلوا معاي في. آآ خلينا نشوف ازا لبرج الحوت. ايش نخبي لك يا برج الحوت الطيب. برج الحوت بيضله يعني يفكر بعقله بعقله بالاخير ياخده القرار بقلبه. هو عنده اثنين شغالين بس ما بعرف. هو هو شخص كتير رومانسي. طبعا بنت الحوت مختلفة عن شب الحوت. تقريبا عم بيكون كل الابراج البنت عم تختلف عن الشب. في رأيي انا الجوزاء هو الوحيد اللي الجوزاء بنت وشب نفس الصفة. فممكن يكونوا مناسبين لبعض. آآ ما علينا. خلينا بالاقية. اول شي نقرأ بشكل عام. بعدين بنشوف شوي على العاطفة. برج الحوت. عم بتكون طيب زيادة هاي الفترة. عم بتحاول توازن ما بين الروح. ما بين الثلاثة يعني ما بين الثالوث بيقولوله. اللي هو بين الروح والجسم والآآ. شوفوا هون. هون مبين يا برج الحوت انك عم تلعب مثل لعبة مع ناس عم يلعبوا اساسا معاك. مثل عم تاخدهم على قد عائلهم عم تحاول تمسك عليهم ممسك. هم نفس اللعبة عم يلعبوا معاك. انا ما بحكي على بشكل عام يعني انتو بتعرفوا السيناريو اللي بناسبكم. ولكن انت داخل في لعبة. انت كأنه ساعة بتنتصر ساعة بتخسر. والطرف الثاني نفس الشي. ولكن انا شايفة الاكتر ما صر عندك انت. يعني في النهاية انت اللي رح تنتصر. يعني هاي اللعبة ما رح تدون طويلا. شعارفوا شو هاي اللعبة انت اللي بتعرف قصتها بس. اه شايفة هون انه من شايفة انه في عائق قدام موضوع انت بدك اياه بدك اتحققه اكتر اشي ممكن يكون عملي او يعني له علاقة في المال والعمل. موضوع ممكن تسافر له. مبين في عندك يعني اكتر يعني البعض خلينا نقول في عندهم سفر على عمل او سفريات اللي هي رايح جاي على عمل. اه في كمان بيقولك انه ممكن تلتقي بشريك حياتك للي ما عنده مشريك حياة في واحدة من هدول السفرات. لكن في عائق قدامكم. اه قدامك انت يعني مش في العلاقة. لا انا شايفة العلاقة ماشي منيح. بالنسبة للعزاب انا بحكي ما بحكي للفئات التانية. العزاب طبعا هم غير متزوجين او مطلقين او رامل. اه فشايفة انه هذا العائق رايح مش يعني مش ضايل هذا العائق. اه كمان هون طلع عنا ممكن يكون طرف ثالث ما بعرف. بس انه هذا العائق رح ينشال وانت رح تكمل طريقك وطريقك طويلة ولكن ممتعة يعني كأنك انت بتحب الاشي اللي بتعمله. كعمل بتحب الاشي اللي بتعمله. ما ما عم تشتغل اشي غصفا عنك يا حوت. عم بتعمل الاشي اللي انت او بتسعى للاشي اللي انت بتحبه. في ولادة يعني في ناس عندهم اساسا ولادة هذا الشهر او حمل حتى. اه وفي منهم لأ بداية جديدة لمشروع بداية لشغل انتقال من عمل لعمل انتقال من مسكن لمسكن. فرح بهذا الموضوع توازن. زي اللي اشي كان ناقصك وخلص بطل ناقصك او وصلك. شي كنت استناء ووصلك. شايفي هون قلت لكم هون في موضوع عم بيكون في عائق. فعم بشوفك انت والشريك مهما كان الشريك يعني عم بتحاولوا تبعدوا او تطلقوا الطاقات السلبية اللي كانت حواليكم. عم بتكونوا يعني انضاف مع بعض. مش ان انضاف يعني عم بتكونوا على على ثقة كل واحد على ثقة بالثاني بالمستقبل. عم بشوف هنا بيت يعني صح مكركب شوي بس. كمان مش بس بيت هون. ممكن يكون تفسيره الكرت. شوف انت عايش بين عالمين. ممكن تكون عايش بين عالمين. عالم وهمي خيالي. طبعا احنا بنعرف انه كمان برج الحوت حالم يعني كتير بيحب التخيل كتير بيحب وبتزبط معاه يعني احيانا اللي بتخيله بيصير حقيقة عن جد. فكتير حالم كتير يعني بيحب الحياة الابيض والاسود. بيحب ايام زمان. بيحب الاغاني القديمة مسلا. اه عنده صور هيك وردية لكل شي في مخه. عنده دايما نظرة معينة. خلينا نقول مش وهم يعني بتشبه الوهم او كزا. وفي عنده الواقع اللي هو عايشه. فعم بعيش دائما بين عالمين. هون تو وورت. عم بيكون في عنده عالمين في حياته. لكن بشوفه هون عم هدول كتير مرتبطين في بعض. عم بيكون عنده توازن اه كبير. بيحكي لك هون الرغبة الحكمة والعائل. هدول الثلاث اللي هم رح يكونوا يسببوا لك النجاح بالفترة الجاي او يسببوا لك النجاح ممكن. حلو النجاح والنجاح. على نفس المهم. اه في هذا الكرت انا بشوفها كتير. اه بالناس يعني بشوف فيه ناس كتير عم بتكمل دراستها من برج الحوت. عم يمكن بتدور منها. كله ماشي على النجاح. انا حاسة. اه من الورقة بيّن انه انت فعلا عم تبدو الجهد كبير في هذا الموضوع ورح تلاقي نتيجة حلوة. اذا هذا كان بشكل عام. خلينا نشوف نلقي نظرة على العاطفة. مش عارفة شو نستعمل بالعاطفة. نفس الورق هذا اللي استعملنا. طيب. بالعاطفة يا برج الحوت. شو ممكن يبين معنا? حلو. ستة سبعة ثمانية. في بتيسير بامورك حبيبي برج الحوت. بعدين ثمانية ثمانية. في تطور روحاني عندك وعلى جميع المجالات الحياة عم تكون مش بس عالعاطفة. لكن احنا هون مركزين عالعاطفة فتحنا عالعاطفة. وكارمة. يعني لأ منيح برج الحوت. برج الحوت والدلو طلعوا منها الحمد لله. طيب. في هذا الموضوع. انا بشوف انه شوف يا برج الحوت. ما عم يطلع. اوكي هي طلع. في عندك تدرج في الموضوع. شوف. انت والحبيب. كان بناتكم تجريح. كان بناتكم اللي هو معركة. متل معركة خلينا نقول. يمكن المعركة اللي قلنا عنها قبل شوي. اللعبة اللي قلنا عنها قبل شوي. هاي المعركة كانت يعني عن جد اسلحة كبيرة. عن جد كانت انه كتير على الصبت وعلى بعض. يمكن مشاكل كانت كبيرة. مش شوي. ولكن هاي المشاكل خلينا نقول يعني بدافع الحب. هاي كلها رح تنقلب لحب لمسل ما انتو شايفين الكبسة دولة. بيعبروا عن الحب يعني كلها ياتهم. بعدين يعني حتى الرقم جدا حلو. فعم بشوف انه الحرب بتكون اول اشي عن جد حرب بناتكم. عن جد فيه متل مجاكرة بناتكم. متل ما بعرف اخذوا عطا طريقة قاسية. طريقة مش حلوة. ولكن هادا كله بيقلب لحب. بيقولوا ما في بعد ما في بعد الحب الا العداوة او ما في حب الا من بعد عداوة او العكس ما بعرف. يعني فهيك معنا. اه هلا مبين انه نفس الشي قلنا ثمانية ثمانية. اه فا شايفيتك انت الحلم بالنسبة للطرف التاني مع انه مش مبين. مع انه عم يعني عم بيوصل لك اخبار غلط. ولكنك انت الحلم تبعه. انت اه متل فارس احلامه او فتاة احلامه. اه عم بيشوفك بالحلم بطريقة يعني خيالية. عم بيتخيلك زوج او زوجة. ما عم بتخيلك يعني اشي عابر او كزا. وعم بشوف هذا الاشي بتحقق. هذا الاشي يعني اه بلف بلف وبتحقق. شايفة انك اه عم التواصل الرحاني عم بيكون كتير عالي بينك وبين الشريك يعني اه انت مش بحاجة انك تعمل التخاطر اللي هو طريقة التخاطر انت بس تغمض ريونك وتتخيل الموضوع بيوصله. او مجرد ما انت تفكر للطرف التاني بيفكر فيك. والعكس صحيح. بالقراءات العاطفية بتكون عكسية عادي. على النوع عامة. اه شايفي ان الطرف التاني رح يصبر 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 لكن مرة واحدة رح يكون فياري ناري مرة واحدة اه رح خلص. ينهي هاي اللعبة يزهق منها ويروح لعندك. لكن هذا انا بقول لك هذا مش بهاي الفترة ممكن تكون بعديها باسابيع او بعديها بايام. ممكن بعديها بست ايام. وست اشهر لا حرام مش ست اشهر. اه يعني المهم. اه بشوف هون الحب كيف تطور. الحب عم بيكون اول شي من سبعة لتمانية يعني. اللي هو صغير لكبير. عم يكبر الحب بناتكم. انتم مفكرين باوقات البعد عم تنسوا بعض. انتم باوقات البعد عم بتحبوا بعض اكتر. او مع الوقت شو ما كان حالتكم عم بتحبوا بعض اكتر. بالنسبة للطاقات عم بتكون اه هوائية مائية. ونارية. طبعا عادي جدا اللي برجه ما بين او كزا يعني. هاي بتصفي طاقات بس. اه طيب حبايا بنشوف اذا في نصيحة. شو ممكن تكون? هاي نصيحة لبرج الحوت? لا. اه كرتين طلع لك اوكي. شوف واحد عادي واحد مقلوب. خلينا نشوف ايش هم. اه بيقولوا لك انك شوي مش عامل كنترول حاليا على حياتك. ما بحكي عن العاطفة يعني ممكن اي اي مجال في حياتك. ما عم تقدر تعمل توازن كنترول فبيقول لك اعمل كنترول على حياتك. انت شوف موجود هون في هذا القارب وين مشي القارب بيمشي. ما عندك مشكلة يعني الظروف هي اللي عم تمشيك. بقول لك انت حرك الظروف اللي حواليك. مش العكس. اه هون شو كان هادا الكرت? هون يجا يعني مقلوب كان احسن معنا. بيقول لك هون انه في اشخاص يمكن هدول الاشخاص اه عم بيوصلو لك امور مش صحيحة وعم تنشي عليك. عم تمشي مع عليك الكذبة او لكن هادا مش الشريك. هدول اكتر هدول اشخاص. عم بيوصلو لك كلام اه مش صحيح. يمكن يكونوا نصابيين يمكن. ما بعرف بس انه طلع لك الكرت مقلوب. حبايبي برج الحوت فاتمنى انه هادا الشهر يكون ايجابي حلو اه تحققوا فيه شوي من ترجمة دخوان